اذهب الى المدرسة يا له من وقت مفير فهناك الكثير من الاعمال للقيام بها وهناك الكثير للتعلم هناك الكثير بالنسبة للطفل اللي يجربه ويتأقلم عليه في البلد الجديد ويعرض لنا هذا الفيديو واحدة من اهم السبل التي يمكن للاباء بواسطتها مساعدة اطفالهم على النجاح بالمدرسة ايها الاولاد والبنات لدي خطاب لتحملونه الى ابائكم فهو دعوة لهم لحضور الاجتماع المقبل للاباء مع المدرسين وهو في غاية الاهمية واودت ان ارى كل فرد منهم مقابلات الاباء مع المدرسين يطلب منك الحضور الى مدرسة الطفل مرة او مرتين في العام للتحدث مع المدرس وسوف يقترح الخطاب الوقت المحدد لذلك ولكن بالامكان تغييره ان لم يكن مناسبا فترقب الدعوة الى ما يسمى مقابلة الاباء مع المدرسين مقابلة الاباء مع المدرسين ما هذا؟ قد يعني ان المدرس يريد مقابلتنا؟ حسنا ما هو التاريخ؟ الثاني من ديسمبر دعيني ادون ذلك اهلا اود ان ارحب بكم في مدرسة كلارك كم هو لطيف ان تمكنتما من الحضور الليلة سوف افحص القائمة نعم انتما مع المترجمة التابع لنا في غرفة رقم اربعة ان مقابلة المدرس للتحدث عن مدى تقدم طفلك قد يكون تجربة جديدة الا انها في غاية الاهمية لنجاح الطفل اذ يسعد معظم الاباء بالحضور وسمع مدى تقدم اطفالهم انكما في غرفة رقم عشرة من هنا يستغرق الاقتماع بضعة دقائق ويمكنك احضار صديق لمساعدتك في اللغة الانجليزية اذا اردت ويمكن ان تقوم بعض المدارس بتوفير احد المترجمين مرحبا بكم في مقابلة الاباء مع المدرسين انا مصرور لحضوركم ان ريتشارد طال في غاية القوة من المؤكد انكم تشجعانه في المنزل شكرا جزيلا احب ان انوه فقط عما يقوم به هنا وهذا مثال لبعض اعماله الاولى فذا نظرتما الى ما كتبه مؤخرا فسوف تلاحظ انه تقدم الى حد بعيد فلقد اصبح يستخدم جملا طويلة كما تحسن في الهجاء وقواعد النحو ايضا في الصين كان ريتشارد يحب كتابة القصص انه مدش ان تذكري ذلك عندما اتى الى هنا لاول مرة طلبت منه ان يكتب شيئا بلغته الاولى يا لقد استخدم بعض الكلمات الانجليزية هذا جيد فلقد كاتب كل ما يعرفه ثم اجتهد في ما لم يعرفه سوف يخبرك المدرس عن مدى تقدم تفلك كما انه سوف يشرح لك ما يمكنك القيام به لتساعده في المنزل نحن سعداء لسماع ذلك ولكنني قلقة فيما يتعلق بالواجبات المنزلية فمقارنة بالصين فان ريتشارد لا يحضر معه الكثير من الواجبات هذا صحيح ومفهوم فما نود القيام به هو اننا نبدأ الواجبات في الفصل حتى نعطي الطلاب فرصة لطرحي الاسئلة كما يريد المدرسون ايضا معرفة مهارات الطفل في لغته الاولى والاشياء التي يحب القيام بها في المنزل وسوف يقوم المدرس بالاجابة على اسئلتكم فيما يتعلق بالعمل داخل المدرسة والواجبات المنزلية وعلاقته بالطلاب الآخرين نحن نتساءل هل استطاع ريتشارد أن يكون أصدقاء جودد؟ إنني أتفهم أن ذلك أشكل قلقا كبيرا للكثير من الآباء ولسيما أن ريتشارد جديد بالمدرسة وأنا أؤكد لكم أنه لا داعي للقلق فأنا ريتشارد اجتماعي للغاية ويشترك في أنشطة المدرسة هل لديكم أي أسئلة أخرى؟ هل توجد أي برامج لريتشارد بعد المدرسة؟ بالتأكيد هناك العديد من البرامج لما بعد المدرسة يمكنك الانتفاع بها هناك برنامج لكرة القدم فلقد ذكرتم أن ريتشارد يحب كرة القدم إن اجتماع مثل هذا لمقابلة المدرس يعد فرصة جيدة لمعرفة مدى تقدم الطفل وكواحد من الأباء فإنه لأمر رائع دائما أن تسمع عن تقدم طفلك إلا أنك يجب أن تزغي بحرص إلى الاقتراحات الخاصة بكيفية تحسين الطفل وكيفية مساعدته بالمنزل وكما هو ملاحظ من درجات ريتشارد في القراءة فأنه سوف يستفيد كثيرا إذا ما قام بقراءة المزيد في المنزل هل عادة ما تقرأين معه؟ نعم نحن نقرأ مع ريتشارد كل مساء ولكن في بعض الأحيان نقرأ باللغة الصينية حسنا هذا أمر عظيم بالفعل إذا كان ذلك ما يرتاح إليه ريتشارد فدعه يقرأ بالصينية ثم نستطيع أن نجعله يقرأ بعض الكتب الإنجليزية تدريجيا هذا أمر عظيم قد يقوم المدرس بمراجعة بطاقة التقرير ويخبركم بماذا تقدم الطفل في تعلم الحديث والكتابة والقراءة باللغة الإنجليزية أيمكنني أن أطرح السؤال؟ بكل تأكيد أعتقد أنني أفهم هذا الجزء ولكن لدي سؤال أعلم أنك تقوم بإعطاء العلامات للطلاب حسب الموضوعات المختلفة ولكن ماذا يعني ذلك الجزء؟ في القسم الخاص في مهارات التعلم فنحن لا نعليق على الناحية الأكاديمية فحسب بل أننا نعطي تعليقاتنا على العادات الخاصة بعمل الواجبات والدراسة والتي نريد أن يقوم الطالب تطويرها وتلك هي مجالات النمو الشخصي التي نريد تجيعها أشكركم جزيلاً لحضوركم الليلة فكم صرني لقاءكما وإذا كان لديكم أي تطاليقات أو قلق فأرجو أن لا تتردد في الاتصال بي فالعديد من الآباء يفعلون ذلك اجتماع مثل هذا مرة أو مرتين في العام من شأنه أن يجعلك تناقش مع المدرس أي صعوبات حتى قبل أن تبدأ مثال خير أهلاً كيف حالك؟ حسناً تفضل بالدخول شكراً أهلاً يا ريتشارد لقد عدنا يا جداتي لقد سررنا بمقابلة مدرسك ما الذي قاله المدرس؟ لقد قال أنك تقوم بعمل جيد بالمدرس؟ كما قال أيضاً أنك كونت عدداً كبيراً من الأصدقاء وبذلك تكون مقابلة المدرس مع الأباء لها عدة فوائد أن تتعرف على المدرس وأن ترى كيف حل طفلك بالمدرسة وأن تعرف كيف يمكنك مساعدته ليكون أفضل ولكن من أهم الفوائد هو حجم المساندة التي يشعر بها الطفل عند ذهابك إلى المدرسة حيث أن مقابلة المدرس توصل أهم الأشخاص في حياة الطفل ببعضهم البعض نحن فخورون بك للغاية والآن أعرف موعد مقابلات الأباء والمدرسين وترقب خطاب الدعوة فليس هناك وسيلة أفضل من ذلك لمساعدة طفلك على التحصن بالمدرسة لمزيد من المعلومات والاقتراحات عن النجاح بالمدرسة يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر